طيب ليه بالغالي تشتريه لما ممكن بطريقة سهلة وبسيطة في البيت تعمليه البيديفور الفاخر ومشاء الله اللهم بارك الرسمة برسمتها وحاجة كده أمر وجميلة جدا بدون بقى مكينة وكمان أمع ولا أي حاجة خالص ولا كس حلواني حتى إيه رأيكم بقى في الجمال والشياكة والحلوة دي ولا كمان الدوابان حاجة كده اللهم بارك أمر قوي هقولك على كام حاجة للبيديفور هيزبط معاك وعايزة أقولك هتدعي لي دعوة حلوة من القلب بصوا جماله بيغمزلكوا بعنيه تعالوا نسمي الله ونصلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام وبسرعة بسرعة تعالوا نشوف الجمال ده عمالنا إزاي معايا ثلاث بيضات هنسمي الله كده أول حاجة ونفصل الصفار عن البياض حبيت أعمل معاكم الخطوة دي عشان تعرفوا إزاي أنا بفصل الصفار عن البياض جبت بولتين صغيرين كده وهبتدي أقسم البيضة من النص وبتبتدي تعملي نفس الحركة اللي انتو شايفين هدي بالروحة خالص بتنزل البياضة كده وبتنقض الصفارة في الجنب التاني بس كده خلاص تعالوا بقى نشيل البياض ده بتحطيه في الفليزر كده بتخليه بقى عندك في كوفتة بتستخدميه لأي حاجة تانية مش بنرميه معايا نص كيلو دقيق هحط عليهم رشة ملح معايا كمان معلقتين من الكاكاو الخامد أسباني وكوب باية سكر معايا 400 جرام من الزبدة أو السمنة اللي موجود عندك اشتغل بيه وما يهمكش حاجة و3 بواكي من الفانيليا وكمان وما ننساش طبعا البيضة الكاملة هنسمي الله كده وننزل بقى في العجان أو على كافة ايدك تنزل كده ب400 جرام من اللي سمنا عليهم كوباية من السكر البودر المج اللي موجود كده في بيوتنا طبعا السكر ده تكوني طحناء مرتين 3 كده وكمان برضو تنخليه مرتين 3 لازم ان يكون ناعم معاك دي أول خطوة في نجاح البيديفور تمام تبتدي بقى تضرابي كويس جدا وهنشوف الخطوات بتاعت الضرب واحنا بنضرب كده هنقول برضو على حاجة البيض لازم ان يكون بدرجة حرارة المطبخ ما يكون فعش ان تكوني لسه مخرجة من التلاجة وتشتغلي بيه الزبدة هي اللي تكون ساعة تكوني حطاها في التلاجة لمدة عشر دقايق ربع ساعة تبقى معاك بدرجة برد التلاجة تمام كل شوية كده بترفعي العجان وتاخذي العجناب عشان السكر وكله يندمج والسكر بتاعنا يدوب ويبقى كريمي بالشكل ده برضو كل شوية برفعي العجان واخذ اللي عجناب ودخله كده اللي جوه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده في كزا حاجة في طريقة البيديفور لما بتعمليها بتصبط معاك يعني مش قادرة اقولك بيبقى جميل جدا هنمشي مع بعض خطوة خطوة كده ونشوف الدنيا هتمشي معانا ازاي بعد ما ضربت كويس جدا كده السكر مع السمنم او مع الزبدة بتبיתי تنزلك ببيضة كاملة وبعد كده بتضيفي الثلاث بواكي من الفانيليا وشوية شوية بعد ما هتختفي البيضة هتبتدي انزل بصفارة وبرضو تختيفي هديفي البيضة التالتة اللي هي الصفارة التالتة يبقى معي هنا سفارتين بالطهن ومعي بيتة كاملة وثلاث بواكي من الفانيليا لو عندك فانيليا سايلة ضيفي وضيفي ربع معلقة من الفانيليا السيلة برضو كل شوية هرفع العجان وابتدي اخذ العجان ده خطوة مهمة جدا جدا برضو تمام تعالوا هنا بقى ليه هنزل بالدقيق مش هضيف النص كيلو كله او ال 500 جران كلهم بضيف شوية بشوية واهم خطوة بقى الخطوة دي ببتدي اضيف شوية لان العجانة انا مش عايزها اتعضم معايا او تنشف معايا او تعمل معايا عرق خدت حبة صغيرين كده وتوهتهم وبعد كده ضيفت حبة تاني يعني النص كيلو ده اضيفت على 3 ا 4 مرات كده برضو اخذ العجنات وابتدي اشغل عشان فجأة بتبص تلاقي العجانة افشت منك ومتعرفيش تسترافي فيها اضرب برضو ضربتين وهنشوف انا خدت النص كيلو كله ولا لأ برضو اخذ اللي عالجناب البيديفور سهل جدا جدا بس فيه كم يعني كم حاجة كده لو ما تعملتش بيبوز منك لكن ضفتي بقى البيت كله كامل ضفتي بطين كاملين وصفار بيدا كل ده تمام بيديك نعمة وكل حاجة بس مش هو ده اللي بيبوز منك البيديفور اهو ببتدي زي ما قلنا ونضرب واحدة واحدة لو بيديكي بتحطي حب الدي والتوهيم وبعد كده تزبط العجينة تطلع معاك زي الفل انا هو اتبقى معايا تلات معالق من الدقيق تعالوا بقى هنا عشان هعمل نصف شوكولاتة او نصف بالكاكاو ونصف بالفانيليا ما بضفش الكاكاو بودر على العجينة على طول مباشرة هدقفش معايا وهتعظم معايا ببتدي افك عندي كده الكاكاو طبعا نخلاه معلقتين او ثلاث معالقة على حسب ما يزبط معاك اللون على معلقة سمنة ومعلقة زيت بس هنا طبعا انا ضفت الزيت ما الكاميرا كانت مقفولة وبتدوبيهم اهو اللون ما زبطش جبت بقى البولة الصغيرة دي وضفت فيها كاكاو وضفت فيها يعني نقطتين تلاتة كده او معلقة صغيرة من الزيت وتبتدي تدمجيهم وعلى كده تنزليهم على العجينة تمام دي برضو خطوة مهمة جدا جدا بس كده عايز اقول لكم البودفور مفيش اسهل منه جيت هنا ملقتش عندي كيس حلواني ومش لقيا الكيس انا كان عندي ابتديت هعمل ايه جبت الطب بتاع البودفور لا ده مش بتاع البودفور ده بتاع بلاح الشامو ابتديت انها شكل بيه بالشكل اللي انت شايفينه ده والله يطلع جميل جدا ومزبوط تعالوا بقى هنا برضو الخطوة مهمة جدا جدا في تسوية البودفور البودفور الاول بتدخلي الاول بتسخني الفرن على درجة حرارة 200 وبعد كده قبل ما بتدخلي البودفور بتهديه على 160 على 160 بيدخل على النار هادية بياخد معاك من ربع ساعة لتلت ساعة عشان يزبط معاك وما ينطرش الزبدة بتاعته دي خطوة مهمة جدا ممكن تكون ماشي على نفس الخطوات وتلاقي الدنيا برضو مش زبطة معاك فاهم حاجة برضو التسوية طبعا هنا اول حاجة بتعمل لها تست هي العجينة تدخلي كم واحدة كده في صنية او في صاق الفرن الاول تشوف البودفورة بتاعتك مزبوطة درجة الحرارة بتاعتك بتاعت الفرن مزبوطة بتبتدي تشتغلي بقى وتشكلي زي ما انت عايز اللهم مبارك والله حرفيا مخادوا مني وقت خالص عملتهم وانا بقى جهزوا الصحور وزي ما قلت لو ما عندي كيش كيس حلواني زي ما انا دورت كده على الكيس بعد ما عجنت ما لقدهوش اشتغلت بالبلا او بالطب بتاع البلاح الشام اللي كانت موجودة في وقتها واشتغلت وطلعت من ما شاء الله اللهم بارك حرفيا شوية برضو فور يستهل حاجة كده امر قوي الكمية اللهم بارك كبيرة خلي بالك من كمية دي دقيق اهم حاجة البيض ما يكونش في التلاجة الزبدة تكون سقع بس مش مجمدة قوي السكر كمان لازم تكوني طحنه ونخلاه كذا مرة ما ينفعش دلوقتي تشتري السكر من بره لان السكر غالي وبيبقى ضيفين عليه نشاه وانا مش عايزة نشاه في البيضيفور ايه تاني تقريبا كده انا رديت كل حاجة رديت على كل اسئلة ممكن تسألوها النفسيكو طبعا هنا ابتديت ان انا جبت ماكستيلا مش نوتيلا لاني لسه بدري على العيد فالمربة بتبتدي اضطري معايا البيضيفورة انا بادورلكم ما شاء الله كانت دايبة دوابان حرفية مش دايبة ان انت تمسكها مش عارفة تغذيها من الصاج او تتهري في ايديك لا دايبة ان انت بتكليها تقطوم القطمة كده بتودك الحتة تانية فانا حشيد بماكستيلا عشان مش بتطري معايا البيضيفورة وتفضل متحفظة بالتماسك بتاحها لأكتر وقت ممكن لما انت هتعملي مثلا قبل العيد بكام يوم ما فيش مشكلة احشفوا مربة مش مش بتبقى حلوة جدا هنا بقى عندك بقى شوكولاتة الشوكولاتة دي خليتها سيلة ازاي على حمام مياه ومعلقتين تلاتة كده على كام مكعب من الشوكولاتة على حمام مياه بتبتدي تضربيها كده بالشوكولاتة بتسيل معاك نفس النظام الشوكولاتة البيضة معلقتين تلاتة من الزيت على حمام مياه يعني بخار مياه وبتبتدي تسيح معاك وتبقى بالجمال ده وتشتغل بيها وهي على طول سخنة عندك بقى التزيين ده انت حرة عندك كذا اشكال مكسرات بقى عيشي شوكولاتة عيشي براحتك عايزة كومنتات كتير حلوة منكو رأيكم بقى في البدفور واي سؤال اكتبوا لي في الكومنتات التزم بجد كل كلمة انا قلتها درجة الحرارة الدرب البيض مع السكر كويس جدا ان شاء الله تعمل شوية احلى شوية بديفور في الدنيا كل السنة وانتوا طيبين يا رب دايما متجمعين مش نقصين والبجد البدفور بيغمز لكم بعني حلوة حلوة السنين والسلام عليكم اشتركوا في القناة